المريض اللي عنده مشكلة خاصة بيضاعف الجنسية بيبعى عنده حالة أولاً من الإحساس بالخجل ثقافة بتاعت الشرقين كده وممكن مايروحش يكشف عشان عنده الإحساس ده بعض الناس أحياناً بيكون عنده أعراض شيدة جداً أعراض بس زي ضعف مثلاً البول ضعيف بيقطع حرقان شديد في البول فطبعاً هو ما بيقدرش إنه هو يقيم علاقة جنسية سليمة إيه معنى كلمة فخضان أو ضعف رغبة جنسية؟ غيب الرغبة الجنسية من الحاجات اللي هي ممكن تأثر على الزوج والزوجة يعني ده بيسمرض بيسيب الرجل وبيسيب الست الاتنين أسباب ضعف الرغبة الجنسية أسباب كتيرة جداً حالك عارف طبعاً دايماً بنقسمها لحاجتين حاجة أسمها أسباب نفسية وأسباب عضوية معظم الناس طبعاً عند سن الخمسة واربعين سنة أو الخمسين سنة بيحصل تدخم في البروستاتا لما يحصل تدخم في البروستاتا بتضغط على مجرى البول وبالتالي المريض بيبدأ يشتك يعني الأول عارفين يعني ضعف انتصاب ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على حلوس الانتصاب يعني واحد ممكن ييجي إنه هو ما عندهش انتصاب خالص ممكن واحد ييجي يقول والله لما يجي قرب للزوجة ما يبقاش في انتصاب طالما فقد القوة والصلابة ده معناه عنده ضعف انتصاب فيه شباب كتير بيشتك من صغر حجم العضو الزكري أو بيه المشكلة تبقى هاجز في انهم هو طبعاً ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير أوه في العيادة ناس كتير جداً يمكن أكتر رسائل بتجينا على الصفحة عندنا على الفيسبوك وأكتر رسائل بتجينا على الواتس والويبسائل بتاعنا هو تكبير العضو الزكري هل الضعف الجنسي الحديث فيه في المجتمع المصري والشرقي يتم بشكل كافي؟ لا ده الهرمون الزكورة ده بيحافظ على معدل ضخ الدم للعضو الزكري بيحافظ على النشوة بيحافظ على القصف بيحافظ على الإحساس نفسه بتاع العضو الزكري موضوع سرورة القصف من المشاكل اللي الشائكة جداً ومن أكثر للطرابات الجنسية شيوعاً وده بسبب الحرق المفروض أن الدم بيسر من الخصية في اتجاه القلب في اتجاه واحد بس علمياً بقى أنه لو طفل عنده تباول الأراضي ممكن يكون عنده تاريخ عائلة أو تاريخ مرضي أو العيلة أو والد أو الوالدة عنده تباول الأراضي 90% من الناس يعملوا كله كله مش حاجة واحدة منه تدخين وقهوة وأكل سريع وفاست فود ووزن زيادة ونوم قليل وأفلام غلط على النهاية الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلا والمسالك البولية والتناسلية استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية طب جامعة الأزهر عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات جامعة الأزهر أهلا بكم الحقيقة النهاردة حلقة مهمة جداً عنوانها أنه إحنا عندنا كسل عندنا نوع من التحمل الغير منطقي لمشاكل الجهاز البولي ومشاكل القدرة الجنسية يعني إيه تحمل؟ يعني تلاقي الراجل بدأ يعاني من مثلاً مشكلة زي سلسل بول أو مشكلة بولية أو الطفل عنده مشكلة ما في البيت الأسرة متنشة هذه المشكلة وبيتعامله معها على أنها هتتحل بجرور الزمن ويتأخر الذهاب إلى جراح المسالك البولية أو دكتور المسالك البولية لكي يتعامل مع هذه المشكلة الراجل بدأ يجيله ضعف جنسي وبرضه مأخر تعامل الأمال يداري المشكلة بأي حاجة حبايا يقولك النهاردة يمكن أنا مرحق يمكن نفسيتي تعبانا يمكن يطلق مراته يتجاوز واحدة ثانية يقولك هي السبب يعني أجل المشكلة وبرضه ما يروحش للجهة المفروض يروح لها وهي الدكتور اللي هيعالجه تأجيل وتحمل المشكلة لفترة طويلة ده خطأ شديد وممكن يوصل المشكلة من مشكلة ذات بعد واحد أو ذات يعني نقدر نقول درجة نقول عليها درجة واحد لأنها تكون مشكلة ذات أبعاد كتيرة وتقلب لمشكلة بقى ذات درجات متقدمة بمضاعفات بمشاكل في أجهزة قد تصل إلى فشل كلول مثلا النهاردة حوار بهذا المنطق إمتى المريض يذهب إلى دكتور إمتى قصص مهمة وحكايات أهم تعالوا نتبحى مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير اللي بسعد جدا بحواره معه لأن حوار علمي على طراز عالي جدا من الرقي وأيضا في منطقية الحوار والمهنية المطلقة وأيضا الضمير المهني الذي نعلم عنه ضيف العزيز الأسود دكتور صلى عزيز دان أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك منورنا سعيد بهذه الزيارة أهلا بنا خليك على أسعد عايز أبدأ أتكلم على فهر يعني إيه جهاز بولي بمشاكل إيه مشاكل جهاز بولي يعني خلينا قبل ما نتكلم عن المشاكل نعرف يعني الأول هو إيه جهاز بولي أيوة يعني إيه التركيب التشريحي أو إيه الحاجات المكونات بتاعة الجهاز البولي عموما وطبعا معنا برضو الجهاز التنسل فطبعا الجهاز البولي بيبدأ بالكلية وبعدين بالحالب وبعد كده المسانة ودول كلهم بيتجمعوا في نقطة اللي هي نقطة البروستات آه بعد كده مجرى البول وبيخصونا طبعا العضو الزاكري بمشاكله آه طبعا الخصية والخصية طبعا هي المسؤولة عن إنتاج الحوارات المنوية ومسؤولة طبعا برضو عن هرمون الزكورة اللي هو governmentsؤول عن الصفات الزكورية للرجل والرغبة الجنسية فطبعا المشاكل طبعا كبيرة جدا يعني مشاكل الجهاز البولي والتنسل من البرانشات يعني البرانش اليورولوجي أو الأندرولوجي من المشاكل كبيرة جدا فطبعا أي مشاكل ممكن تحصل في الكلا زي الحصوات تبدأ من الحصوات مررا بالالتهابات مررا بالعيبة الخلقية ممكن تنتهي لقدر الله بالأورام نفس الفكرة في الحالب ممكن المسانة ومشاكلها كلها برضو من أول الالتهابات والأورام البرستاتة برضو من الجزء كبير جدا فمجرى البول العضو الزاكري بمشاكله سواء في ضعف الانتصاب سواء أمراض معينة أمراض خلقية أو أمراض وراسية كل دي مشاكل كبيرة جدا فبالتالي الجهاز البول بيمثل جزء كبير جدا في برانشات الطب فبالتالي مشاكله كتيرة جدا عايزة تكلم الأول على الأعراض برضو دايما في كتب يبدأوا خصوصا في المسالك ويذكروا الأعراض في الأول طبع الأعراض بتختلف من سواء كان رجل أو كان سيدة أو كان طفل فالأعراض عموما أهمهم زي أي برانش في الطب اللي هو الألم فالألم ممكن يكون ألم في الكلة ممكن يكون ألم في المسانة ممكن ألم في العضو الزاكري ألم خاصة بالتهاب البرستاتة ألم في الخصيتين فطبعا على قصوهم طبعا يأتي هو المغس الكلوي المغس الكلوي ده مشكلة كبيرة جدا ويمكن أكتر حاجة بيتقابلها اللي هو حدوث المغس الكلوي فهم يسمونه مغس الكلوي لأنه ليه مكان معين يعني مكان معين خاص بالكلة زي مثلا بيبقى في جزء معين اللي هو في الجنب اللي هو الجزء بين الضلع الأخير والعمود الفقري دي بيسميها الرينا الأنجل اللي هو الجزء الخاص بالكلة وبالتالي أي مريض بيحس بواجع في الجنب وبيجي رايح لكتور المسالي طبعا الأعراض ممكن تتشابه في بعض الناس ممكن ألم عضلي وده طبعا بيصاحبه ألم في العمود الفقري ألم في الرجلين ممكن يكون مشاكل في القولون بس ده في الغالب بيصاحبه طبعا وجود انتفاخات وجود حموضة لو ألم على ناحية اليمين ممكن يكون أعراض زي أعراض الحصوة المرارة ممكن ألم الزي ده قد تتشابه في بعض الناس تشخص الزي ده على أنها مغس كلو فبالتالي المغس الكلوي ده بيحصل نتيجة إن لو في حصوة ونزلت في الحالب وسدت الحالب أو سدت حوض الكلة فبتعمل الارتجاع على الكلة وبالتالي بيحصل حاجة اسمها يعني الكلية فيها كابسول جزء الخارج فالضغط على حوض الكلة أو الضغط على الكابسولة الخارجية بتاعة الكلة ده قد يؤدي إلى حدوث المغس الكلة بعض الناس ممكن الألم ده يسمع في العضاية التنسلية أو يسمع فوق العانة بعض الناس ممكن يسمع في الخصية أو بعض الناس يجي بأعراض قيء أو غسيان بيصاحب المغس الكلوي برضو بعض الناس ممكن يجي بالتهاب أو حرقان في البول دخول حمام كل شوية بعض الناس يقول لك إن عندي احتباس بولي يعني حاس إن البول مبينزلش وحاسس إن المية نقطة وبالتالي قد يشخص وجود حصوة في أسفل الحالب على أنها احتباس بولي أو التهاب في المسانة أو التهاب في البروستات وبالتالي لازم ناخد بالنا كويس حتى الكلام زي معنا الأطباء إن بنشخص هل ممكن الأعراض قد تتشابه حصوة في أسفل الحالب قد تتشابه مع التهاب المسانة قد تتشابه مع التهاب البروستات دايماً الثقافة يعني في الغرب تحديداً بيقولك راقب دائماً زي ما بيقوله أو السيكريشنز بتاعتك فبيلاقبوا كويس ويبصوا كويس جداً على لون البول هل البول ممكن يديني انطباعه عنه؟ طبعاً أولاً لون البول هو ده العلامة المميزة يعني ده اللي يقولك طبعاً إحنا كمصريين عموماً لما بلاق أي تغير في لون البول ده بيلفت النظر شوي فمشاكل البول قد تكون حكتين قد تكون مشاكل في التبول وممكن تكون مشاكل في البول مشاكل التبول إحنا بنقسمها لحكتين قد تكون أعراض تهيك في المسانة وممكن تكون أعراض انسدادية يعني الإنسان حاس أن البول فيه سدد أعراض تهيك في المسانة ممكن المريض يحس بحرقان في البول عنده رغبة ملحة في البول دخول حمام كل شوية في بعض الناس يحس أنه ما فرغش البول كويس بعد ما بيخلص حمام عايز يرجع تاني أو فيه ساعات يقولك فيه نقطة كده دكتور عايز تنزل ومش عايز ووقفة في مجرى البول فدي أعراض تهيك في المسانة بعض الناس قد تكون عندهم أعراض انسدادية زي مثلا أنه يغيب عبال البول ما يبدأ أو عنده صعوبة في التبول وحيانا البول لما بينزل متقطع ممكن أن البول ينزل ضعيف ضعيف جدا كل هذه الأعراض قد تنتهي في الآخر باحتباس بول يعني في ممكن المريض يجينا باحتباس بول وعنده ألم شديد جدا واحتباس بول في ناس فترات طويلة جدا دي المسانة وتحتها البروستات دي المسانة والبروستاتة بالظبط وده أعراض البول يعني البول هو أنزل في المنطقة دي دي الأعراض الانسدادية ممكن البول يحس بقى إنه هو ده فيديو حلو أول فكرة يعني فيديو رائع ده مهم جدا الحقيقة فممكن ينتهيب احتباس البول وممكن في بعض الناس لو يعني بيتأخر شوية ده قد ينتهيب حاجة اسمه احتباس بولي مزمن واحتباس البولي مزمن ممكن ينتهيب سلس بولي ومن ضمن الأعراض برضه اللي ممكن تجينا ممكن المريض يكون عنده سلس بول وده في الغالب في الستات والسلس البولي ممكن المريضة تحس يعني تقول يا دكتور مثلا أنا ما بكوح أو أعطس البول ينزل وده حاجة اسمها سلس بول جاهدي بنسميه stress incontinence بعض الناس عندها حرقان في البول ما بتلحقش نفسها لما تجي تدخل حمام أو تقول لك أنا بتزنق في المياه وممكن البول يسبقني ده حاجة بنسميها سلس بول الحاحي أو urge incontinence بعض الناس عندهم لتنين حرقان في البول وما بتلحقش نفسها وفي نفس الوقت لما بتكوح أو تعدس أو تغير وضعها بيحصل سلس بولي في بعض الناس بيبقى عندهم البول سايب على طول يعني مثلا تقول لك يا دكتور أنا بلبس حفوضة والمية سايبة على طول وده حيانا بيحصل بعد العملات الجراحية لو قدر الله في مشكلة في العضلة القابضة للبول ممكن في بعض الناس اللي عندهم نصور بولي مهبلي فممكن يجي بسلس بولي إن المية بتنزل على طول يعني بعد أحيانا القيصريات أو أخطاء مثلا في عملية أو حاجة فممكن يحصل نصور بولي مهبلي بالنسبة بقى للبول ممكن يكون في مشاكل بقى في البول سواء كان لون البول ريحته بعض الناس بيبقى ريحة البول مضغيرة وده بيبقى علامة برضو بوجود ميكروبات أو وجود التهابات بعض الناس اللي عندهم سكر برضو بيبقى عندهم مشاكل ديوبتك كيتو أسيدوزيس ممكن يحس ريحة الأسيتون أسيتون أوداري بعض الناس ممكن يكون كمية البول في مشاكل اللي ممكن يكون في عكارة اللون البول طبعا مهم جدا فاللون بعض الناس ممكن تعكر في البول وده بيكون ممكن نتيجة صديد في البول أو يكون بعض الناس تقول في بول رغوة كده أو رغاوي في البول ده ممكن يكون بسبب فقد البروتينات وده قد يكون انذار بحالة الكلة ممكن يكون فيه قصور كلوي بعض الناس يحس ان فيه قطع كده أو حاجات بتنزل مع البول وده قد يكون انذار لوجود الأورام أورام في المسانة أو أورام في الكلة أو الحالب وقد تكون أورام البروستاتا فطبعا دي مشاكل كتيرة جدا بتاعة الجهاز البولي هل التهاب المسارك البولية ممكن يأثر على علاقة الزوجية؟ طبعا التهاب المسانة والبروستاتا سواء بقى يعني احنا بممكن نقسمها لحاجتين سواء كان في السيدات أو كان في الرجال الستات ممكن يعني الحاجة الكومان قوي بيحصل لهم التهاب في المسانة وغالب بيبقى التهاب متكرم بتخف وبيرجع تاني ده بنيجي التهابات النساء والنساء دي ممكن تطلع على مجرى البول وتعمل التهاب في المسانة فبالتالي بيحصل عندهم حرقان في البول بيبقى عندهم صعوبة في التبول أو تكرارة دخول الحمام كتير جدا وبالتالي هي يعني بتلجأ للنفور من العلاقة الجنسية بسبب أن خايفة من الثلاث البولي ألم أثناء الجماعة نتيجة الاحتكاك بجدار المسانة في الرجالة طبعا ممكن يحصل برضو وبسبب أنهما بيبقى يكون عندهم التهاب في البروستاتا فممكن يحس بحرقان أثناء القصف ممكن يكون عنده ألم في العضو الزاكري بالتالي بيقيم علاقة جنسية بيبقى عنده ألم شديد جدا فبالتالي بينفر من العلاقة الجنسية هل وجود ألم أثناء القصف ده علامة خطر؟ ألم أثناء القصف ممكن يكون ده التهاب في البروستاتا يعني في الغالب ممكن يكون التهاب في البروستاتا وبالتالي ده أحيانا المريض ممكن يحس بألم في العانة ممكن يحس بحرقان في البول ألم في مقدمة العضو الزاكري وبيسمع في الخصيتين ممكن يسمع في فتحة الشرج أو المنطقة المبينة فتحة الشرج وما بين الخصي طبعا القلم ده بيبقى في بعض الناس ما عندهم التهاب الشديد في البروستاتا بيكون يكون حات وبعض الناس ما عندهم مزمن فتلاقي المريض عنده التهاب مستمر ياخد ألاج ما يتحسنش يرجع تلاقيه طلع من الدكتور ده بروح الدكتوري التاني باستمرار إنه هو طبعا ما يتحسنش فطبعا ده من ضمن الحاجات اللي هي بيبقى الألم الشديد جدا ومتكرر يخف ويرجع تاني فبالتالي طبعا الكرسي الألاج بتاعه بيغيب شوية يعني بيمتدل لثلاث شهور فالمفروض إنه احنا بنفهم المريض الكلام ده يبقى فاهم من الكرسي الألاج هيتأخر فيه رجل عند القذف يجد دم نازل مع السائل المنوي ده شيء خطر؟ هو طبعا دم وجود دم في السائل المنوي ده يعني علامة منزرة بالخطر طبعا ممكن يكون فيه مشاكل بس وجود دم في السائل المنوي في الغالب بيبقى شبه متكرر وأحيانا ممكن يكون بدون سبب يعني حالا ممكن ندور على السبب ما بيلاقيش سبب واضح يعني وفي الغالب بيختفى بسرعة ما ببقاش موجود لكن ده بيختلف حسب السن يعني ممكن في بعض الناس بقل من 40 سنة ده بيكون نتيجة التهاب مستمر في البروستاتا التهاب في مجرى البول بعض الناس اللي عندهم التهابات جنسية أو ممكن يكون عنده التهاب في الخصية أو التهاب في البروستاتا ده الحاجات اللي هي الكتير أول وأنها ديرا ما يحصل أورام يعني اللي هو أقل من 40 سنة بعد 40 سنة ممكن يكون طبعا بيبقى أخطر شوية لأنه بيبقى التهاب في مجرى البول ممكن يكون مشاكل في البروستاتا أو أورام للبروستاتا أحيانا بعض الناس اللي بيبقى عامل عيانة من البروستاتا بيلاقي دم في البول فطبعا دي من العلامات الخطر يعني لازم طبعا نستشير الطبيب في الجزئية دي بالذات يعني عايز أدخل على الجهاز التناسولي ببقى أو ببقى نصح المشاكل الجنسية هبدأ بالتوقع الخصيتين مشكلة أكيوت مشكلة حد طبعا هو مشاكل الخصية مهمة جدا زي ما قلت الحضراتك أفضل كده الخصية مسؤولة عن حاجتين أول حاجة اللي هو تصنيع الحينات المنوية ده المصنع اللي بيكون الحينات المنوية الحاجة الثانية تكوين هرمون الزكورة اللي هو هرمون مسؤول عن العلامات الجنسية بتاعت الزكورية طبعا دي مشكلة بتبقى طارقة يعني دي مشكلة الطوارئ دي ميرجنسي حاجة بتلاقيها ببص فجأة المريض جاي بألم شديد في الخصية وبتحصل في سن من 16 ل 18 سنة بيبقى خط خبطة حركة مش مزبوطة بعض الناس بي عندهم خصية معلقة بعض الناس عندهم حاجة سمارة راكتايل تستس الخصي نفسها ما بتنزلش كويس للكيس وبالتالي بيحصل فجأة التوقف في الخصية للأسف بعض الناس بتشخصوا على إنه التهاب في الخصية يعني المريض بيروح يكشف ساعات بيروح الطوارئ أو بيروح دكتور مش مختص فبيشخصوا على إنه التهاب في الخصية أيوة المشكلة بقى في كده إنه لما بيشخصوا التهاب في الخصية بديه يديله علاجة دي مشكلة لو ما تلحقتش في خلال ست ساعات بيحصل مشكلة كبيرة جدا في الخصية إن الخصية طبعا حددك عارف ده التواء في الحبل المنو الحبل المنو بيحصل له التفاف في اللي هو الوعاء الناقل في الشرائين في الأوردة في الأعصاب الشرائم نفسه بيحصل له التواء فبيتقفل فالدم اللي رايح للخصية طبعا فالخصية كناسيك بتموت بيحصل فاض مور ده المفروض يتلحف خلال ست ساعات ممكن إحنا يعني للأسف أنا ممكن في شهر قابلت أربع حالات انتهوا بيستقصى الخصية بسبب إنه سوء تشخيص المريض بيوصل متأخر بيشخصوه على إنه التهاب في الخصية فالتهاب الخصية بيبقى عبارة عن ألم إحمرار في الخصية تورمات بصحبه ارتفاع في درجة الحرارة في بعض العلامات الدكتور المختص هو اللي بيقدر يحدد لكن التواء الخصية برضو نفس الكلام بس طبعا في الغالب بيبقاش في ارتفاع في حرارة قوي بنشخصه بأشعة الضبلر دي أشعة مهمة جدا يعني لازم تعمل أشعة الضبلر للمريض لو أنت مش متأكد لازم تعمل أشعة تشوف البلاتس بلاي أو البلاتفورو أو الدم اللي رايح للخصية كويس ولا لا يبقى مواضيع كثيرة هذه هي الطليعة لكن مواضيع كثيرة باستمتع دايما بحوارك كثيف العلم كثير المعلومات أول ما أنا بسألك السؤال أنا عارف إنه فيه كم معلومات كبير جدا موجود كل واحد من ده هيبقى تقريبا حلقة أو أقل شوية فيهرس الجهاز التنسولي والجهاز البولي نورتنا يا فندم شكرا جزيلا على هذه الزيارة خلينا معنا تلحب